سألتزم الصمت أرجوك أخرجني قصي أنت واحد من هذه الأشباح فقد خرجت لتويك من التابوت ما الذي كنت تفعله هنا؟ ما الذي رأيته؟ مرحبا أنا حمزة طالب جامعي بدأت قصتي حينما فتحت عيناي وأنا أشعر بصداع في مؤخرة رأسي كنت سأقول لكن رأسي اصطدم بشيء صلب تحسست المكان من حولي وعلمت أنني في مكان ضيق أشبه بالصندوق طرقت عليه فعلمت أنه مصنوع من الخشاب لابد وأن هذه مسحة من أحد أصدقائي لكنني بدأت أتذكر لقد كنت فاقدا للوعي ولكن ما الذي حدث معي قبل أن أفقد واي تابعوا معي ما الذي حدث لقد كنت أدرس بالجامعة وكنت شاردا أفكر في تدهور حالتنا المادية لكن شرودي انتهى بسمع بعض الطلبة وهم يتشاجرون مع الأستاذ داخل القاعة بدأ الأستاذ غاضبا جدا ولهذا قام بطردهم جميعا أخرجوا من حصتي حالا وسوف أقوم بتقديم التقارير للإدارة في حقكم فيما بعد خرج الطلبة وكان يترأسهم طالب اسمه فادي والذي يفتعل المشاكل مع الأساتذات في كل مرة ستدفع ثمن تصرفك هذا غاليا إن لم أسعى لفصلكم من الجامعة يا فادي فلن يكون اسمي الأستاذ نظمي لن يكون بعمرك بقية لتفصيلنا لم يسمعه الأستاذ وغادر الطلبة وواصل الأستاذ نظمي إلقاء الدرس وكأن شيئا لم يكن وعند انتهاء الحصة خرجت وأنا متعب لذا أردت الابتعاد عن الطريق المكتط وسرت في طريق خال محاذ للغابة وبالصدفة رأيت فادي وأصدقاءه يضربون الأستاذ نظمي بقوة أردت مساعدته لكنني كنت وحيدا قلت في نفسي سوف يتغلبون علي وقفت غير بعيد أخرجت هاتفي وبدأت بتصويرهم كانوا يضربونه بقوة حتى أردوه قتيلا ثم بحثوا بين جيوبه وسرقوا هاتفه وساعته ونقوده حتى تبدو للشرطة وكأنها مجرد عملية سرقة وفجأة انتبه فادي لوقوفي بالقرب منهم أسرعت بإخفاء هاتفي في جيب سروالي وكنت سأركض بعيدا لو لا لحاقهم بي أمسكوا بي ما الذي كنت تفعله هنا ما الذي رأيته لم أرى شيئا صدقني اضربوه أوسعني أصدقاؤه ضربا حتى أغمي علي فتحت عيناي بعد بره فوجدتهم يحملونني ويضعونني في صندوق إلى أين تأخذونني؟ لكمني فادي وغبت عن الوعي مجددا وها أنا في ذلك الصندوق لا أدري على أي أرض أنا الآن تذكرت هاتفي فتحسست بالطالي وأخرجته الحمد لله أنهم لم يأخذوه مني نظرت فوجدت البطارية منخفضة ثمانية بالمئة والإشارة ضعيفة جدا فكان أول ما فكرت به الاتصال بصديقي قصي قصي هل تسمعني؟ أنا حمزة إنني في صندوق ولا أستطيع الخروج منه عليك أن تنقذني ولكن أين سأجدك؟ وكيف سأعرف مكانك؟ لقد كنت أسير على الطريق المحاذي للغابة ابحث عن صندوق هناك أسرع وأخرجني من هنا حسنا سأبلغ الشرطة حالا أغلقت الخط ثم تذكرت حينها أن معي رقم فادي فاتصلت به ما الذي فعلته به؟ أخرجني من هنا كيف استطعت الاتصال بي وأنت تحت التراب؟ لن يجدك أحد ستموت وحيدا داخل ذلك تابوت سألتزم الصمت أرجوك أخرجني راقبت البطارية فإذا هي خمسة بالمئة هي إلهي لما تنخفض بسرعة عند حاجتي إليها؟ أحسست بالاختناق حينما علمت بأنني متفون تحت الأرض اتصلت بقصي مجددا وقلت قصي أنا متفون تحت الأرض وأشعر بأن كمية الأكسجن صارت تقل حسنا لا تتحدث كثيرا حتى لا تستهلك الأكسجن أكثر وحافظ على بطارية هاتفك حتى نستطيع التواصل معك بدأ ينفذ الشحن وبدأت أفقد الأمال والهواء صار أثقال كتبت رسالة لقصي أطلب من الجميع أن يسامحوني فلا أظن بأنني سأنجو ولم يتبقى من شحن الهاتف إلا ثلاثة بالمئة أصيرت أختنق رويدا رويدا وفي تلك اللحظة تذكرت الفيديو الذي قتل فيه الشباب الأستاذ نظمي فحملته على الإنترنت وبدأت أدعو الله أن يتم الأمر وفور تحميله اندفع الهاتف وبدأت الحرارة ترتفع داخل التابوت وبدأت بالتعرق وعلمت حينها أن نسبة الأكسجين صارت قليلة وفقدت الوعي لم أدري كما كست على تلك الحال لكني استعدت وعي وأنا أسمع أصوات أقدام وحفر فوق التابوت ثم فقدت الوعي مرة أخرى وحينما استيقظت هذه المرة وجدت نفسي في سيارة الإسعاف وقصي يجلس أماني الحمد لله على سلامتك يا صديقي لم أكن قادرا على الكلام وصلنا إلى المستشفى وهناك زودوني بالأكسجين وبأنبوب المصل سألت قصي لماذا تأخرت؟ كنت أموت نسيت أن أسألك ما الذي حدث؟ كيف وجدتموني؟ هل نسيت؟ لقد رفعت الفيديو الذي قتل فيه فادي الأستاذياء أستاذ نظمي يا له من مسكين لقد كان أستاذا طيبا نعم لم يكن يستحق ذلك لقد بلغت الشرطة بوضعك وبعد انتشار الفيديو الذي حملته أثار الضجة وصارت قضية الأستاذ نظمي قضية رأي عام لذا تم القبض على فادي وأصدقائه بسرعة وبعد القليل من العنف استطاع فادي الاعتراف بمكانك شكرا يا قصي لن أنسى مساعدتك لي لا تشكرني بل أنا أشكرك لأنك جعلتني أعيش معك هذه المغامرة هنت لم تتغير أبدا ما زلت تهوي المغامرات لم ترى بعض ما سأفعله لقد قررت أنا وأختي صفاء أن نصير صائد أشباح واو يبدو هذا مثيرا لا تنسوا أن تأخذاني معكما أنت واحد من هذه الأشباح فقد خرجت لتويك من التابوت ترجمة نانسي قنقر